اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة جديدة في بعد التداول ننتقل الكويت اليوم خبر مثلا عن المركز سيد اشرف بيرد على استفسارات البنوك كمان قصة التمويل الا في حال شطب الدين عدة استفسارات من البنوك والمركزة طبعا يعني عدة مصارف عملت كذا استفسار ست استسفارات عن قانون الاستقرار المالي اذا فيه مجال ناخد فقط يعني الناحية هي بين التمويل وشطب الدين الحقيقة سيد جو من فترة كبيرة وحنا بنقول من اول ما بدأ قانون الاستقرار المالي وبدأ بنك مركزي يحط البنوك بتاعته والليحة نادينا كذا مرة ان يكون فيه اجتماعات مكثفة وكان ممكن حتى يبقى فيه مؤتمر بين البنك المركزي والشخصيات الاقتصادية المحترفة اللي وضعت اللايحة التنفيذية لصندوق قانون الاستقرار المالي مع البنوك المحلية ومع كمان الشركات اللي مرشحة انها تستفيد او تريد ان تستفيد من قانون الاستقرار المالي لاني في بعض الاستفسارات اللي حضرتك تفضلت عنها زي مثلا التمويل زي الدين زي الملاءة المالية امتى الاسهم القوية او التشغيلية والتمويل الجديد ايضا مهم يعني اذا بنصير فيه تمويل عن جديد مثلا لا مثلا يمكن حالة جديدة نعم عامل جديد نعم نعم يشو بيكون خاصه بالقديم نعم تفضل اه بالزبط كده هو جديد والمفروض ان عشان كده هتلاقي حضرتك فيه كاسة شركة من العقد الجماعة العمومية لما بيسألوهم انتوا هترتبوا اموركم ازاي هيقولوا احنا هنحاول نزبط شغلنا بعيدا عن قانون الاستقرار المالي وكأنه هو خايفين منه يا جماعة احنا محتاجين لازم ناسي اللي وضعت هذه اللائحة التنفيذية وانا نفق فيه كفائتهم واحترافيتهم يعودوا مع جهتين الجهة الاولى البنك المحلية لان هي اللي مخولة والتي تتحمل العب بتاع الاقراض نعم والتمويل وكمان الشركات لان هي اللي هتاخد او هي اللي هتغضع لهذا القانون عشان كده لازم يكون فيه توضيح فيه اكتر من بند كبير جدا وعشان كده لازم يكون فيه توضيح بالمعاني بالالفاظ طبعا هو حتى فيه لما انا قريت اللايحة فيه توضيح ولكن الحالات كل حالة لازم تدرس كل حالة لازم يدوهم كيس عملي ويقول لو جالك عميل عنده كذا تديره كذا لان الناس خايفة تدخل تحت هذه المظلة على ان الخوف من الشركات اللي انها تدخل تحت انها تبقى لحق للبنك المركزي او للبنوك دي ان تشتغل على مجلس الادارة لها الحق ان هي تبيع الاسهم عند حدود معينة فعلشان كده لازم يكون فيه مؤتمر او يكون فيه اجتماعات مكثفة لتوضيح هذه البنوك سيد عبد الرحمن كمان من انتنوى للبنوك بيئة سعودية شفنا تصحيح اوي كتير لسامبا يعني من بعدها الصعود طبعا بايادة راشحي سامبا شفنا سامبا وصل فوق الستينات وهلأ كسر الخمسين كمان القطاع البنكي بهالتصحيح وين ممكن يعني رغم انه صعد القطاع البنكي اخصى فيه صعود اوي مش رح نفوت هلأ كتير بالارتفاعات شفنا ارتفاع من العربي العربي اللي كانت بمستويات واطية جدا عند الـ 25-26 شفنا صعود اوي صعود اوي للجزيرة كمان نلوحظ الجزيرة باخر ايام الجلسات من الـ 14 نحن بـ 22-23 ولكن الراشحي اللي منزل كتير ورجع لنفس المستويات قبل الانهيار تصحيح اوي عصامبا كان اكتر من 12 ريال بعضه الراشحي اثبت بالفعل انه هو قائد القطاع وقائد السوق عم بيكون كمان كمان نظرتك للبنوك ومن الراشحي اذا في مجال مدخل على البنوك صحيح الراشحي هو يعني يمثل 11% من ثقل المؤشر وبالتالي وفعلا هو كان قائد موجة الصعود التي بدأت من حاجز الـ 4000 وما زال الراجحي عكس جاذبية استثمارية بدليل عدم تراجع السهم بالرغم من تراجع المؤشر يعني الراجحي توقف فترة قليلة واتاح فرصة لبقية البنوك للتحرك مثل الانماء شاهدنا الانماء يصعد من مستويات العشر ريال تقريبا إلى حوالي الـ 14 ريال ونصف بس الانماء هو الاقل اللي يتحرك سيد عبد الرحمن يعني عم شوف انا الانماء نتيجة حجم المطروح من في السوق نعم ولكن يمكن بنهاية الموجة إلا ما يكان يتفاعل ما شفنا تحرك لا الانماء ولا زين أكتر أسهم شعبية حيث ولا البلاد حتى من عادن انماء زين هؤلاء الثلاثة عم بيكون يعني شعب السعودي كله داخل فيهم تقريبا يعني صحيح بكل المدن السعودية ما شفنا الارتفاع القوي أعتقد أنه ارتفاع 40% في الانماء يعني كان ملفت للأنظار واليوم شاهدنا الانماء أيضا يساهم في تحريك المؤشر لأنه كان يعني اليوم المؤشر كسر دعم بينما السابق والراجحي لم يكسر الدعم لم يكسر عندنا نقطة وصل لها لأنه لم يكن هناك ضغوط بيعية على السهمين وإنما كانت الضغوط باستخدام سامبا وباستخدام الولندي تب الراجحي ممكن يرجع للراجح على 68.4 بأسوأ الحلات حسب تحليلك بذكر حضطك كمان محل يعني ممكن أن يكسر قاع مدى التذبذب لفترة بسيطة ثم يعود مرة أخرى هناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها في السوق السعودي أنه القطاع البنكي ذو وجهين في السعودية هناك شركات لا يعمل فيها كثير من المتداولين مثل البنوك هولندي فرنسي عربي بينما هناك البنوك الإسلامية هي التي تحظى بجاذبية مثل الراجح والبلاد والإنما والجزيرة جزيرة بلاد إنما نعم هذه البنوك نجدها أكثر حضور في التعاملات اليومية نتيجة اجتذابها شريحة كبرى من المتداولين وهي التي تعطي تصور حقيقي عن اتجاه القطاع البنكي بينما البنوك الأخرى مثلا اليوم سامباو استخدم لأداة لتحريك المؤشر وأنا متأكد أن الكميات التي تحركت فيه تعادل رضع الكميات التي مثلا تحركت في الأيام الماضية لأنه لا يوجد منافسة على السهم ولا يوجد ضغوطات عليه كلها تحركات صناديق استثمارية مقننة ومحسوبة لتنفيذ أهداف في المؤشر نعم سيد أشرف اليوم أجيليتي كمان لدينا خبر كان على الشركة أجيليتي خبر مهم جدا أيضا تعرف بيضال في عطول عدة أخبار عن الشركات ولكن يمكن الأخبار بالإجمال يعني مثلا عندها اتفاقية مع شفرون أستراليا كمان تعليقك على الخبر وعلى كيف ممكن الخبر يعني يقدر يدعم السهم مش هم نحكي بس عن أجيليتي بالإجمال يعني نعم بداية لو تفتكر سيد جو بالذات شركة أجيليتي بداية أن أخذها كحالة وقت ما أعلنت عن عدم توزيع أرباح تكلمنا هنا في البرنامج وقلنا أن الشركة لها وجهة نظر وقالت أن أنا مش أوزع أرباح لشان أنا عايزة عندي اتفاقيات وعندي مشاريع وهعمل مشاريع خلال عام 2009 ويجنى أرباح هذا خلال 2009 أو 2010 والسنات اللي جاية أحسن ما أوزع أنا توزيعات كان ممكن توزع خمسين مثلا فيلس أو شيء لكن في النهاية الكاش هي محتاجاها والحقيقة محتاجاها ده اللي حصل ده اللي قلنا فيه أحسن وبعدها فعلا السوق تفاعل مع هذا الخبر وبدأت بدل ما نزلت طبعا السهم بحدود دونيا بعد الإعلان عدم توزيع لكن بعد ما الناس فهمت الخبر وعرفت أن ده من صلاحها بدأ السهم لدرجة نوصل مستوى أقل من 600 فلس السهم رجع زي ما احنا شايفينه النهاردة مستوى 960 و 970 ده معناه خلال فترة قليلة جدا ده معناه أن الشركة جادة شركة أجيلتي من الشركات يعني بتاخد عنوان لشركات التشغيلية من ضمنها شركة أجيلتي عشان كده السوق كله حاليا بيروح ده يقودنا كمان نطلع من أجيلتي على الشركات التشغيلية بدأ السوق يصحى ويفهم متدولين أن الملاذ الآمن بالإضافة للبنوك هو الشركات التشغيلية وده اللي بنحكي فيه من فترة كبيرة أنه اللي كان فيه عامل مهم أو إيجابية واحدة للي حصل في الأسواق المالية هو توجه الناس أو فهمها بداية تحليلها على اتجاهها للشركات التشغيلية لأن في الآخر كل العمليات المضاربية على الشركات بتروح ولكن اللي بيستمر فعلا وبيطلع بمستوى حتى لو كان بيطلع بمستوى أو معدل نمو قليل لكن بالنهاية بيستقر وبيشوف هو أرباح كبيرة جدا زي أجلته والشركات التشغيلية نعم شكرا سيد عبد الرحمن بس معنا نص دقيقة تقريبا أو أكتر شوية صغيرة بكرة إغلاق أسبوعي بالسعودية بدي نظرتك طبعا أيضا حضرتك يعني كمان محلل فني ومالي بنفس الوقت ومرئة بالسوق من زمان كتير بدي نظرتك بكرة إغلاق أسبوعي بهالنمط الحيرة تقريبا توقع أنه السوق يجب أنه يحافظ على الدعم اللي انكسر 5806 أعتقد يعني متوقع أن يغلق السوق فوق 5800 وربما يصل إلى فوق 5900 لأنه الحسن شكرا للمشاهدين الكرام مرة جديدة في بعد التدامة